يظن البعض أن الطلاق في أثناء الحيض لا يقع وهذا خطأ فإن الطلاق في حالة الحيض يقع وتحسب طلقة وقد استدل المالكية على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائط في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وفي رواية البخاري وحسب الطلقة وأمره صلى الله عليه وسلم بمراجعتها دليل على وقوع الطلقة لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق